في سجل بطولات ملحمة أكتوبر المجيدة قصص لا حصر لها في البطولة والوطنية والفداء كتبت بدماء أصحابها وحفظها التاريخ وفي كواليس المعارك جنود تحارب عبر منابرها بكلمة وقلم شهد لهم العالم بالمصدقية والشفافية فكان الإعلام المصري جزءا من الانتصارات وموثقا له في حرب العزة والكرامة كان حلقة الوصل بين رجالها والشعب كان ناقل الخبر وليس صانعه دون تهويل أو تهوين إنه الإعلام المصري الذي حارب عبر منابره وانتصر لإرادة وطنه ففي عام 1973 كان دستور الإعلام هو الصدق والسرعة والموضوعية في نقل الخبر فكان المواطن المصري أول من يستمع إلى مجريات أحداث الحرب كما كان مرجع أجهزة الإعلام العالمية بمصداقيته التي افتقدتها وسائل الإعلام الإسرائيلية طفرة كبيرة حققها الإعلام لتأكيد الثقة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي واختبار نجح فيه بعد أن خاض حربا نفسية قبل حرب السلاح لاستعادة ثقة الشعب التي فقدها إبان حرب 67 كما قام الإعلام المصري بدور الجند المجهول في الإعداد لخطة الخداع الاستراتيجي بالتنصيق مع القيادة السياسية إلى جانب استخدام أسس علمية سليمة في المحتوى الإعلامي لإجبار الرأي العام العالمي على تقبل هذه الحرب وطمأنة المحلي لقربها ومع الضقائق الأولى لانطلاق ملحمة أكتوبر المجيدة قام الإعلام المصري بنقل صورة حقيقية لما يدور من أحداث على أرض المعرقة من خلال البيانات الرسمية للحرب وشهادات المراسلين الحربيين إلى جانب استشهاده بأقوال القادة الإسرائيليين أنفسهم عن الهزيمة التي لحقت بهم والخسائر التي تكبدتها قواتهم كما حرص الإعلام المصري على نقل ما تتداوله الصحف الأجنبية عن الحرب والتي اعترفت بسقوط أسطورة الجيش الإسرائيلي وتناولت اعترفة بعض الأسرى الإسرائيليين عن عنصر المفاجأة الذي حققته القوات المصرية هكذا قاد الإعلام المصري المعركة بشفافية ومصداقية واقتدار ففاز بالثقة الشعب واحترام العالم بأسره واكتسب ريادة ميزته على مر العصور